مارت اللاسارتي صاحب الثمانية وخمسين سنة لعب أو قعد مع النادي الأهلي سبع شهور وعشرين يوم بدأت علاقته مع الأهلي في تمانية وعشرين ديسمبر 2018 وانتهت في 17 أغسطس 2019 قاد الأهلي فيها مارت اللاسارتي في أول مباراة رسمية كانت في 4 يناير 2019 ومن المصادفة كانت أمام بيرامدز في مسابقة الدوري يعني بدأ ببيرامدز وانتهى ببيرامدز آخر مباراة رسمية يعني بدأ بخصار أو انتهى بخصار آه آخر مباراة رسمية له يوم السبت 17 أغسطس كان قدام بيرامدز بينه جمعة 4 يناير حتى السبت 17 أغسطس خاض الأهلي تحت قيادة الأورجوياني 31 مباراة رسمية 31 مباراة فاز في 22 اتعادل 3 مرات خسر 6 مباراة سجل 50 هدف واستقبل 20 هدف 50 ل 20 مشواره مع الأهلي طبعا حضراتكم عارفين 22 مباراة في الدوري فاز في 18 مباراة خسر في مباراتين قدام بيرامدز تعادل في مباراتين مع الزمالك والإسماعيل في كاس مصر لعب مباراة واحدة في دور 16 واخسرها من بيرامدز في دوري أبطال أفريقيا قاد الأهلي في 8 مباراة 4 خارج الأرض و4 جوة داخل الأرض فاز في 4 مباراة خارج الأرض خسر في 3 مباراة وتعادل مرة واحدة وسجل مع الأهلي في أفريقيا 11 هدف واستقبل 8 أهداف كان الملاحظ يمكن اللي بيستمرار الناس علاقت عليها أنه خارج الأرض كان مرت اللي صارتي يبدو مفتقد الشجاعة الكافية وكان الناس بتفسر أنه الأدوات غير جيدة أو غير كافية له أنه يقدر يهاجم برها المؤتمر الصحفي فسر كل الأمور هذا الرجل لا يتحمل الضغوط هذا الرجل لا يتحمل المسؤوليات لما يكون فيها حساب مباشر أو دقيق بيفقد أعصابه بيفقد اتزانه بيفقد رؤيته إنما هو عايز فرق مش بتاع البطولات ممكن تشوف منه حاجة لكن هو مع النادي الأهلي لأ المؤتمر ده أثبت والله أنا حتى شايف ملامح المترجم مش مرتاح للأجوبة يعني حتى بخبراته يعني بيترجم يعني تشعر على مضد شو بيقول له بيقول له سمعني 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 مين لكن هي يعني وروح ساب المؤتمر وماشي وقابليه